السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بارتل. هنكمل مع بعض رؤوس البروبلم سولفين وهناخد افكار جديدة على الدستشن. النهاردة نحاول بقدر الامكان نخلص جميع الافكار الموجودة عندنا في الدستشن. احنا اخذنا في المرة في الفيديو السابق والفيديو اللي قبله. الفكرة الاولانية لما يكون عندي شرط. الشرط ده اما يبقى true or false. زي مثلا دخلي درجتك في الامتحان وزا كنت جايب خمسين او اكتر يبقى pass لو كنت جايب اقل من خمسين يبقى failed. او مثلا دخلي number واحد اذا كان الرقم دزوجي او فردي even or odd. تماما يبقى هنا في عندي احتمال من اثنين. بعد كده الفكرة التانية اللي خدناها في الفيديو السابق ان احنا لما يكون عندي اكتر من احتمالين. زي مثلا قارن لي ما بين رقمين واتبع للرقم الاكبر فيهم واتبع لي كمان حالة التساوي. انا عندي اما الرقم الاولاني الكبير اما التاني الكبير. يا اما يكون التالت او يكون الرقمين متساويين. طيب النهاردة بقى هنتكلم على فكرة جديدة. لو جينا قرينا مثال كده مع بعض ونشوفه. هنا بيقول لي. طالب مني ان انا ارسم لبرنامج يحسب لي. لو انا وقفت عند الجزء ده هنحس من رأس السؤال ان الفلوت شارت دي سيمبل. ليه قلنا سيمبل? لان هنا مش طالب مني اي احتمالات. هروح بطريقة بسيطة خالص كل اللي انا هعمله. اه لو جينا رسلناها ان هي سيمبل. تمام. هنيجي نقول له انسيرت. هنقول له ستارت. وبعد ستارت. هنقول له او ممكن نخليها ريد. ريد. نمبر وان. وممكن كمان نعملها في قصد بريلو جرام تاني. تمام ونكتب جواه ريد نمبر تو. يعني يا كمسر كامل انت بتعمله هذا. هو ينفع ان انا استخدم تو بريلو جرام في الانبوت. اه عادي. لا يوجد مشكلة خالص. اما نكتبهم ريد نمبر وان وريد نمبر تو في بريلو جرام واحد. او ان احنا نعملهم على تو بريلو جرام زي ما انت شايفين. عادي خالص. بعد كده هروح اقول له. احسب العملية الحسابية. اتكبروا كده شوية. عشان نعدل فيه. طبعا مش هو ده الحل اللي احنا هنستخدمه. بس انا بقول لكم لو احنا خدنا الجزء الاولاني بس من او من رأس السؤال اللي موجود فوق. اه وجينا كتبنا هنكتب جواه ريكتانجل بتاعنا ده بقا. هنكتب الكوشن بتاعتنا انه هو يحسب الديفجن. فممكن اسمي الريزولت. تمام. يساوي. او نخليها ديفيجن. ديفيجن. يساوي. نمبر وان. اوبر نمبر تو. ماشي اشبب. بعد كده. انا كنت صلكي شوية. هقول له طلع لي الديفيجن اللي هو ريزولت. نسمى. ونحط كمان آآ بريلو جرام تاني. واقول له او بوت. او بوت. او بوت. او بوت. ديفيجن. بالمنظر دوت. وبعد كده في النهاية. ممكن نقبل شوية كده عشان التلمة ديفيجن تظهر. بعد كده في النهاية. هقول له. انت. هنعمل فلو لائنز كده. اخر حاجة عندنا. الان. طبعا انتم مش شايفين اي اختلاف ما بينه وما بين السيمبل. انت. طيب. ده لو هو عايز سيمبل فلو شارت. بس لو جينا اكملنا السؤال. حدد اذا ما. ايه هو الرقم المخسوم عليه. او احنا كده دخلنا في احتمال. انه ممكن حد بالغلط يدخل لي نمبر تو بزيرو. زي كالكوليتور كده. لما بيجي اقسم على الصفر بيقول لي. يا ام ما بيقول لي ماس ارور او سينتكس ارور على ما اتذكر. برضو كذلك هنا انا عايز اقول له هنا انون مسلا. او اي مسج من شارت كلمة انون. اي مسج مسج ارور مسلا. يبقى في الحالة دي في عندي احتمال. يبقى ما ينفعش ان انا بعد ما دخلت بتوعي ما ينفعش ان اروح على طول احسب. لا. في الاول. طبعا ننزلها كده شوية. اول حاجة هنعملها. هنروح الاول قبل نقلل دي شوية. طبعا مش عايز تضبط بالزبط. ممكن نشيلها ونخط. اخت. نغير كده. ونخط رنبس. تنيني الرنبس. جوة الرنبس ده هنكتب. اتاكد. اقول لكم بيوتر اتاكد يا كمبيوتر. شوف النامبر تو. اكوة زيرو. تماما ممكن نكبر شوية كده. المنظر دوت. وبعد كده ننزل بفلولاين. المنظر. لماذا؟ اوكي. الكلام ده يا اما يبقى. لا. يا اما يبقى. يس. يس هنطلق من الجم. حلاص بس نخط فلولاينز بقى. ونوصلها. اوه ما عملتوش ماشي. اوكي. ونحط فيلو جرام نقوله بقى في الحالة دي. اوه لي. print. النون. print. تبرا شوية عشان تزار. تمام. ونجيب فلولاينز يوصل باند. جميل جدا. ونوصل دي بسهم اللي رأي على الاند. جميل. اهو يا جماعة. تعالوا نبص بقى اللي حصل. ادي. read number one read number two. بعد كده قلت له. اتأكد بعد ما اليوزر دخل. اروح اقول له. لو number two يا كمبيوتر. بيساوي. انه ان فيها. لا شيء مش مضبوطة. تمام. لو number two يا كمبيوتر بيساوي. او zero يبقى طلع لي المسج دي. اللي هي error. طب لو لا. يبقى احسب. وطلع الرسالة. يعني كل اللي ذات هو الجزء ده. هو الجزء اللي انت شايفينه ده. قبل ما يروح يحسب. يطلع الرسالة. وين هي. البرجرام. او. لو كان في خطأ يبقى ساعدها. اقول له. طلع لرسالة دي. وين هي البرجرام. برضو نفس الطريقة هنا. ايه هو الاوتبوتر. عندي two outbots. اما print. unknown. اما يقول لي. or. هقول له. result. اللي هو division. طلع لي الاسمه. طيب. اللي انبوت اي. two numbers. two. numbers. اللي هم احنا نسميتهم number one. و. number two. طيب. ايه هو السلوشن. هروح اقول له. number two equal zero. ثم اذا. اللي هيحصل. هقول له. ايه هو. print. unknown. طيب. else. غير ذلك. هروح اقول له يبا. division. يساوي. number one. over number two. بس كب. واني اجي نكتب هنا. نفس اه هو. input. او read. number one. و. number. two. number three. هروح اقول له. مسافة كده ما دلموا. هروح اقول له بعد كده. if number two equal zero. then. اللي هيحصل. هقول له هنا. print. unknown. نوع. طيب. في. h زيادة. else. ما اللي هيحصل. هقول له. else. يبقى. division. division. يساوي. number one. number two. طيب. بعد كده اقول له. output. division. بعد كده في النهاية. n. زي ما نشايفين كده يا جماعة. تمام يا شباب. طيب. تعالوا ناخد مثال تاني كده. ممكن ناخد الكلام ده كده كل. copy. عشان ما نواتش. نضيع وقت في الرسم. ونيجي ناخد مثال تاني عليه عشان نتدرب. نعمل paste. ونشيل الإجابات بس. بص يا شباب. طبعا. نحن نجيب المثال. في وليكم مثال عايز يحسب. area of circle. وقال لي لو حد دخلك. radius. بال negative. بالسالب. طلع له message. قول له unknown. بمعنية. يعني الكلام ده. تعالوا نكتب بس الرأس السؤال. هلو درو. a fruit chart for a program that will calculate. the. area. area. of. circle. حسابي area of circle. حسابي area of circle. وقال لي who's. in the radius. آآ. اللي هو. r. ما له. سأقول له. امم. درو. a fruit chart for a program that will calculate the area of circle whose radius. اللي هو الر. تمام. وطبعا. يقول لي. بيرنج. خد بالك. بيرنج. مين. بيرنج. مين. ان مين. دقية. آآ. 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 14 times R times R حسنا قال لي بعد كده and display message أيوان message أقول له مثلا not allowed غير مسموع أنت هو ده الاحتمال اللي احنا حولنا الرسمة بتاعتنا من simple decision if in radius radius is negative طبعا عندنا يا شباب ما ينفعش أننا ندخل أي distance بالnegative في الحالة دي هتطلع له message يبقى هنا هقول له print not allowed طيب هنا الoutput هقول له area تمام هنا بقى input radius input R نشيل التوبة وهنا if number two equal zero لا طبعا هنا هقول له if radius less than zero يبقى في الحالة دي print not allowed غير مسموح else يبقى أروح أكتب له الاكوشن دي كما هي ها ناخدها copy ونضعها مكان دي طيب تعالوا نكتب الكلام ده هنا هقول له طبعا مش هحتاج بقى اه اثنين كده طبعا مفوضت بزبط عن كده شوية بس مش مش مشكلة هقول له هنا input R أو read R لو R اصغر من الصفر لو yes يبقى print not allowed تمام او اي مسج not allowed ماشي لو لا يبقى احسب لي هقول له area equal 3.14 في R تمام بعد كده out put A الarea الموضوع بسيط خالص اه ان شاء الله بإذن الله من الفيديو القادم بإذن الله هنبدأ نشرح اللوب وهو يعتبر اخر فكرة من افكار اللي علينا ونلتقي في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله